حضرتك أنا عايزاك تكلمني عن الفترة اللي كنت موجود فيها في المدرسة خصوصاً حياتك كنت لك أنشطة بقى في مجال الخطابة والشعر كلمني عن المرحلة دي وشكلت شخصيتك زي لأنا عارفة حياتك تحب الشعر والقراءة والكتابة ودي أيضاً من الأمور التي لابد أن تراعى في فن التعليم في المرحلة الأولى الأولى كانت هناك عدة أنشطة هذه الأنشطة كان كل تلميذ بينضم للنشاط اللي هو بيحبه اللي هو يرغب أن تكون عليه حياته مستقبلاً ويمكن في الخارج بيرعوا هذه المسائل الأنشطة دي مش معمولة كده اعتباطة عشان يشوف ده بيهوى رسم ده كان موجود في المدرسة أيام طفولة حضرتك كله كان موجود هقولها لحضرتك اللجان خاصة أو أنشطة خاصة بالرسم يعني مسائل فنية أنشطة خاصة بالخطابة والشعر ودي قلت منضم لها وكنت رئيس لجنة الخطابة والشعر سواء في المدرسة الابتدائية أو في السنو كان مثلاً ناس بتاعوا الرياضة كل أنواع الرياضة كانت في المدرسة كنت بتلعب أنهي رياضة يا ساة مستشار كنت غاوي رياضة ولا لأ؟ لا مش غاوي رياضة يعني أدب أكتر يعني شاعر وخطابة لا كنت يعني عمريل حتى حصة الرياضة كنت تهرب من حصة الرياضة أعمل عيالي بلعب ومش عارف أو الله مش عارف تبريرات مخصوصة كان عجز معلش أصل رجلي واجعني شوية النهار ده رب رغل كان بيترطب على كنت يعني إيه ودي بتبين الاهتمامات يعني مثلاً لما تيجي بتلاقي وتبين بعد ذلك لاحقاً أني اللي كان مثلاً مهتم بعلمي وكذا أني اللي دخلوا وكانوا مهتمين مثلاً بالرسم مش عارفوا الزخرافة والعجزة كده دخلوا فنون جميلة دخلوا مش عارف تمثيل والعجزة ده كلها فكل هذه المسائل كانت وكنا ونحن تلاميذ في المدرسة وبعد كده طلبة في السنوية العامة في السنوية حتى وصلنا ما كانت في السنوية العامة كانتها ثقافة وتوجيهة إذن يتقادل السنوية العامة كانت المدرسة ليست كما نراها الآن بنبص لها مدرسة عبارة عن عمارة أو كم شاكة قولك دي مدرسة لا مدرسة بمعنى مدرسة الفصل الواسع السقف عالي الملاعب هنا دي مش عارف قسم خاص مكتبة تقري أدب